اشتركوا في القناة عن رؤية الجلوس على السجادة عارفين انتو البصات السحري اللي بنشوفه في الافلام ان الانسان مثلا ممكن يركب بصات زي سجادة كده ويطير بيها هي دي معنى الرؤية مش هنتكلم عن ركوب سجادة ويطير بيها لا 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 ده انا بقرب لكم المعنى ان رؤية الجلوس على السجادة وان كانت على الارض هذه الرؤية تبشر الرائب السفر علشان كده ضربتلكوا المثال البصات السحري ويركبه ويسافر بيه ويطير بيه في الهواء فرؤية الجلوس على السجادة تدل على السفر رؤية الجلوس مع مجموعة من الناس او من الاشخاص على السجادة هذه الرؤية تدل على انك شخص تجيد تجيد بعض العلاقات الجديدة او ان هناك علاقات جديدة مع بعض الاشخاص وسوف تتعرف عليهم رؤية السجادة وهو مفروش في الارض سواء في البيت او في اي مكان هذه الرؤية تدل على الرزق وتدل على المكان العالي بالنسبة للرأي ضياع السجادة او السجادة انذار بالرجوع الى التوبة يعني نفهم من الكلام دي ان صاحب الرؤية عنده ذنوب ومعاصي وينبغي ان يرجع الى الله وان يتوب من هذه الذنوب بيع السجادة او السجادة تدل على المشاكل وتدل على الضوائق المادية ومع شديد الاسف مجرد رؤية السجادة للمرأة المتزوجة هذه الرؤية تدل على حسن خلوقها وتديونها وكمان تبشرها بالرزق ان شاء الله هدية السجادة من الزوج الى الزوجة هذه الرؤية تبشر هذه المرأة بالحمل ان شاء الله اللون الاحمر في السجاد رؤية يعني سبحان الله العظيم رؤية تعتبر محمودة تعتبر محمودة ليه بقول تعتبر محمودة لأن هذه الرؤية تدل على التخلص من المشاكل إذن صاحب هذه الرؤية عند مشاكل فحينما يرى هذه الرؤية فهذه الرؤية تبشره بالخلوص والتخلص من المشاكل والهموم والأحزان كمان هذه الرؤية اللون الأحمر في السجاد لها علاقة بصفات موجودة في الرأي هذه الرؤية تدل على أن هناك صفات محمودة في هذا الشخص رؤية السجاد وهو ملفوف أو مطوي هذه الرؤية تدل على العقبات والصعوبات ليه؟ لأن الأصل في السجاد أنه مفروش أنه مسطح لما شفه ملفوف لا في عقبات هتقابلني في حياتي أو في الطريق رؤية السجاد ممزق هموم وأحزان ومع شديد الأسف السجاد الرقيق الأصل أن السجادة تبقى سميكة ثقيلة يعني الأصل أن يكون فيها وبرى وواوى وتقيلة لكن لما شوف سجادة رئية أوي هذه الرؤية ومع شديد الأسف تنذر أو تحذر الرأي أنه داخل على مرض والعياذ بالله غسل السجاد هذه الرؤية تدل على قبول التوبة تدل على التخلص بالمشاكل وتدل على السعادة وتدل على قدوم أموال وتدل على الترقية وتدل على الرزق والبركة والخير رؤية محمودة رؤية جميلة جدا وهي رؤية غسل السجاد جمع رؤية السجادة بالنسبة للرجل هذه الرؤية لها علاقة بالزوجة طيب هذه الرؤية هل لها علاقة بالزوجة هل هي محمودة ولا مزمومة لا محمودة جدا يعني الرجل المتزوج حينما يرى السجادة بصفة عامة هذه الرؤية تدل على أن الزوجة طاهرة وعفيفة يعني إنسانة مخلصة لك يعني تحمد الله تبارك وتعالى على هذه الرؤية رؤية المشي على السجاد رزق وراحة بال وهدوء واستقرار رؤية السجاد للشاب الأعزب زواج من فتاة جميلة على حسب جمال السجادة كلما كان السجاد جميل كلما كانت الفتاة جميلة على حسب جمال السجاد سيكون جمال الفتاة التي سوف يتزوجها هذا الشاب انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته